كابتن مش عايزة سيبك إلا ما روح لتحديد كابتن محمد فاروق إمبرح بالاستقالة بعد ما الأستاذ جمال علام رفض إنه يعينه رسمي بسبب إن بعد شهر ومصر فيه اتخابات يعني والنهاردة فجئنا باستقالة رسمية من الكابتن إبراهيم نور الدين وكمان يعني قال إنه هو طوال الفترة الفاتت لم يعتقد أي أجر وكان بيعمل يعني مخلصا للتحكيم المصري بص كابتن خالد أولا بمنتهى الوضوح إبراهيم الفترة الفاتت تشتغل شغل رائع جدا وعمل مجهود كبير جدا في المناطق عمل مجهود خرافي مجهود أنا عنده حماس غير طبيعي ومش عايزة أقول لك إيه إنه فوق طاقة البشر اللي بيعملوا ده إنه يفضل يسافر من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا هو وضح في الاخر دقوب هو دقوب جدا وعمل شغله كويس قوي وقدر في فترة بسيطة استثمر نجاح الحكام في بطولة كأس مصر إنه هو يتمسك بإن حكام مصريني يبقوا في كأس السوبر ودي كانت حاجة رائعة وكلنا وقفنا معاه في هذا الخطوة وكأس السوبر نجحت وكأس السوبر كلنا أشادنا بيها وما فيش عنصر من عناصر اللعبة اللي ما أشاد بالحكام واخد بالك يبقى ندي بقى فرصة للناس يا جماعة تشتغل بقى نديهم فرصة تشتغلوا لهم معاملوا حاجة كويسة يبدو الله أعلم إنه ما معرفش بقى كابتر خالد هالمجتمعنا بيرفض إن الحكام يبقوا كويسين مش عايز إن دا ستبقى مستقرة مش عايز إن دا ستبقى كويسة أنا معرفش بقى ما عنديش تفاصيل لكن فكرة إن حد تاني من عضو مجلس دا يقولك إحنا ممكن نجيب خبيل أجنبي معقولة يا جماعة بعد الكلام دا كان لهم كده يعني؟ حد قال كده دا إحنا أنا بقولك أنا مش جوة لكن أنا بقولك إنه إنه هم مثلا فيه تشكيل أنا فكرة التشكيل لك دا فكرة التشكيل لك أنا الحقيقة شايف إن الفترة دي اللي موجودين دول يفضلوا يشتغلوا زي ما هم ما حدش يدخل في شغلهم كمان ما حدش يدخل لهم نحط حد أو نشيل حد أو نعمل لك وده اللي بيحصل لك الله أعلم ما هو براين قال كده في البيان بتاعه لكن اللي عايز أقوله إحنا فيه فترة يا جماعة التحكيم المصر فيها فيه مرحلة رائعة جدا فيه مرحلة كويسة جدا اللي عملوا دا الناس اللي موجودة دي سيبوهم يشتغلوا من غير ما تدخلوا في إنهم مين يبقى موجود ومين ما يبقاش موجود ده اللي أنا عايز أقوله في هذه الحالة كابتن جمال غضو شكرا جزيلا لوجودك تشكرك كابتن خالد وإن شاء الله رب الموسم يبدأ بكرة تقريبا إن شاء الله بقى عندنا الدولة المصري بإذن الله وعندنا إن شاء الله شغل عالي جدا إن شاء الله بإذن الله